أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذكر تلك الليلة كنت سهرانا مع الشلة في إحدى الشالها كانت سهران حمراء بمعنى الكلمة كما يقولهم أذكر ليلتها أني أضعكتهم كثيرا كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليل في إمكاني تغيير نظرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسهر منه أجل كنت أسهر من هذا وذاك لم يسلم أحد مني حتى شلتي صار بعض أصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللاضعة تلك الليلة سخرت من رجل أعمى رأيته يتسول في السور والأدهى فأني وضعت قدمي أمامه ليتعثر تعثر فانطلقت ضحكتي فالتي دورت في السور عدت إلى بيتي متأخرا وجدت زوجتي في انتظار كانت في حالة يرطى لها أين كنت يا راشح قلت في المريخ ساخرا عند أصحابي قطة كانت في حالة يرطى لها قالت العبرة تخنيقها راشد أنا تعبة جدا الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا سقطت دمعة صامتة على جبينها أحسست أني أهملت زوجتي كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي خاصة أنها في شهرها التاسع قاست زوجتي الآلام يوما وليلة في المستشفى حتى رأى طفلي النور لم أكن في المستشفى ساعتها فاركت رقم هاتف المنزل وخرجت اتصلوا بي حتى تعلموني الخطر ففعلوا اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدون صالم حين وصلت للمستشفى طلب مني أن أراجع الطبيبة أي طبيبة المهم الآن أن أرى ابني صالم لا بد من مراجعة الطبيبة قالوا لي أجابتني موظفة الاستقبال بحزن صدمت حين عرفت أن ابني به تشوه شديد في عينيه ومعاقم في بصره تذكرت المتسول قلت سبحان الله كما تريد تدان لم تحزن زوجتي كانت مؤمنة بقضاء الله راضية طالما نصحتني طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين كلا هي لا تسميه تقليدا بل غيبة ومعها كل الحق لم أكن أهتم بسالم كثيرا اعتبرته غير موجود في المنزل حين يشتد بكاؤه أضرب إلى الصالة لأنام فيها كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه لحظة لا تظنوا أني أكرهه أنا لا أكرهه لكني لم أستطع أن أحبه أقامت زوجتي احتفالا حين خطأ خطواته الأول وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرض كلما زدت ابتعادا عنه دادت زوجتي حبا وتعلقا بسالم حتى بعد أن أجربت عمرا وخالدا مرت السنوات وكنت ولاه راقل غرتني الدنيا وما فيها كنت كاللعبة في يد رفقة السوق مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم لم تيأت زوجتي من إصلاحي كانت دائما تدعو لي بالهداية لم تغضب من تصرفاتي القائشة أو إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخواته كبر سالم ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصة بالمعاقيم لم أكن أحزت بمرور السنوات أيامي سواء ليلي ونهار عمل ونو طعام وسهر حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة استيقظت ساعة الحارية عشرة ضر ما يزال الوقت مبكرا أقول لكن لا يهم أخذت دشا سريعا لبست وتعطرت فهمنت بالخروج استوقفني منظره منظر سالم كان يبكي بحرقة إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مكان غفلا أخرج أم أرى مما يشك سالم قلت لا كيف أتركه وهو في هذه الحالة أهو القذول أم الشفقة لا يهم سألته لماذا تبكي يا سالم حين سمع فوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ما به يترى اكتشف أن ابني يهرب مني فالآن أحسست به أين كنت منذ عشر سنوات تبعته كان قد دخل غرفته لقض أن يخبرني في البداية سبر بكائه وتحت إصراري عرفت السبر تأخر عليه شقيقه عمر الذي اعتاد أن يوثله إلى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم أن لا يجد مكانا في الصف الأول ناد والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على خمه فأني أطلب منه أن يكف عن حديثه وأكمل حينما بكيت يا سالم لا أعلم من الذي دفعني لأقول له سالم لا تحزن هل تعلم من سيرافقك اليوم إلى المسجد أجاب سالم أكيد عمر ليتني أعلم إلى أين ذهب قلت لا يا سالم أنا من سيرافقك أنا من سيرافقك استقلب سالم لم يصدق وأنني أسهر منه عاد إلى بكائه مسحت دموعه بيدي وأمسكت بيده قرأت أن أسله بالسيارة وقرأ قائلا أبي المسجد قريب أريد أن أخطو إلى المسجد فأني أحتسب كل خطوة أخطوها يقول لا أذكر متى آخر مرة اندخلت فيها المسجد ولا أذكر آخر مرة سجلت فيها لله سجده هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم الندم على ما فرقت طوال السنوات الماضية مع أن المسجد كان مليئا بالمصلين إلا أني وجدت لسالم مكان قصطف الأول استمعنا لخطبة الجمعة معا وصليت بجانبه بعد انتهاء الصلاة طالب مني سالم مصحفا استغربت كيف سيقرأ وهو أعمى هذا ما قررت أدفي نفسي ولم أصبح به خوفا من جرح مشاعر طلب مني أن أفتح له المصحف على سورة الكهف نفرت ما طلب وضع المصحف أمامه وبدأ في قراءة الصورة يا الله إنه يحفى صورة الكهف كاملة وعن ظهر غير خجلت من نفسي أمسكت مصحفا أحسست برشة في أوصاني قرأت وقرأت ودعوت الله أن يغفر لي ويهديني هذه المرة أنا الذي بكى بكيت حزنا وندما على ما فرقت ولم أشعر إلا بياد حنونة تمسح عني دموعي لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطري عدنا إلى المنزل كانت زوجتي طلقة كثيرا على سالم لكن قلقها تحول إلى دموع طرح حين علمت أني صليت الجمعا مع سالم منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد هجرت رفقاء السوء وأصبحت إلى اجتاة خيرة عضرتها في المسجد دقت بعمل إيمان عربت منهم أشياء ألهتني عن الدنيا لم أفوت حلقة ذكر أو قيام ختمت القرآن عدة مرات في شهر وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات ضطرت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي والزخرية من الناس أحسست أني أكثر قربا من أسرتي اختفرت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تضل من عيون زوجتي الابتسامة ما عادت تفارع وجه ابني سالم من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمة ذات يوم قررت أنا وأصحابي أن نتجه إلى أحد المناطق البعيدة في برانجة دعوية مع مؤسسة خيرية تردت في الذهاب استخرت الله واستشرت زوجتي توقعت أن ترفض لكن حدث العسل طرحت كثيرا بل شجعتني حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أحاط جسمي بالدراعيه الصغيرين طرحا ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبيل رأسي بعدها توكلت على الله وقدمت طلب إجازة مفتوحة بدون مرتب والحمد لله جاءت الموافقة بالسرعة أسرع مما تصور تغيبت عن البيت ثلاثة أشهر كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بالزوجتي أحدث أبنائي لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت أكثر لسهال ثمانيت سماع صوته هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم كلما أحدث زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلام وتقبله كانت تضحك حين تسمعوني أقول هذا الكلام إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع محكتها المتوقعة تغير صوتها وقالت لي إن شاء الله أخيرا عدت إلى المنزل طرقت الباب ثمنيت أن يفتح سالم لي الباب لكن تنجئت بابني خالد الذي لم يتنجاوز الرابعة من عمره حملته بين دراعيه وهو يصيح بابا بابا انقبض صدري حين دخلت البيت استعدت بالله من الشيطان الرجيم سعيدت زوجتي بقدومي لكن هناك شيء قد تغير فيها تعملتها جيدا إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية إلى عينيها سألتها ما بركي قالت لا هكذا ردت فجأة تذكرتم من نسيتهم للحظات قلت لها أين سالم خفض رأسها ولم تجه لم تسمع حينها توصوت ابني خالد الذي ما زال يرن في أذني حتى هذه اللحظة قال أبي إن سالم راح عند الله لم تتمالك زوجتي الموقف أجهشت في البكاء وخرجت من الغرفة عرفت بعدها أن سائها أصابت الحمان قبل موعد مجيئي بأسبوعين أخذت زوجتي إلى المستشفى لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمان حين فارقت رعوه الجسد أحسست أن ما هدف ابتلاء واختبار من الله أحسست أن ما هدف ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى أحسست بيده لازلت أتذكر كلماته وهو يقول إن الله ذو رحمة واسعة سالا الذي امتنعت يوما عنه اكتشف أني أحبه أكثر من أخوانك بكيت كثيرا وما زرت حزينا كيف لا أحزن وقد كانت فدايتي على يديه كيف لا أحزن وقد كانت فدايتي على يديه اللهم تقضي سال في رحمتك اللهم إننا نسألك كثيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is his messenger